لماذا أتبرع وبإمكاني أن أتفرج وبالتالي سيكتمل المبلغ كما هو معتاد أساساً هم يطلبون أكثر مما يحتاجون إليه إخواني الديون تراكمت على هيئتكم بسبب هذا المنطق لا يتعجبن أحدكم ولا يلومن إلا نفسه إذا من قطع هذا الصوت لا سمح الله هذا ليس كلاماً نطلقه لحثكم فالذي يعمل هنا يدرك ما نقول جيداً مصاريفنا تزداد مع نشاطنا وهو بحمد الله على توسع دائم كما ترون فلا مقارنة بين انطلاق القناة والآن سواء في العراق أو هنا أو أي بقعة في العالم المسألة ليست دفع فاتورة البث والسلام هذا كالذي يعطى مبلغ استئجار المنزل فقط كي يعيش فهل يتصور ذلك بأي شكل من الأشكال؟ وماذا عن بقية مصاريفه؟ لكنكم تعطون الرواتب كذلك دعوني أطلعكم على سر وهو أن لا أحد هنا يحصل على راتب نحن نعطي مساعدات أو هدايا أصلاً هكذا مبالغ لا يمكن أن تسمى رواتب قانونياً نعطي أقل من الحد الأدنى لكي يعيش الفرد منا لذا كثيراً ما يضطر الواحد منا أن ينصرف مؤقتاً من الهيئة لكي يكد ويوفر شيئاً من المال وتارة ينصرف كلياً بعد الغرق في الديون وهذا كله يؤخر أعمالنا ويصرفنا إلى توافه الأمور بعد ذلك وبعد ذلك كله نسأل لماذا لم نحقق أهدافنا العالمية؟ الأمة التي لا تدعم الصوت الذي يردع ويخرس الأعداء بكل ما لديها لن تسود أبداً هكذا نهضت بقية الأمم لأنها وثقت ودعمت خط الصد لديها أناشدكم هنا يا أهل فدك يا من قامت هذه الهيئة بدعمكم لا تجعلوها تموت على أيديكم فالنعمة لا تعرف حتى تفقد إذن لماذا نراكم فرحون في الحملات وغيرها من برامج إذا كان الوضع هكذا؟ أنا أشكر كل من أضمر همه وحزنه أمام إخوانه وكان مصداقاً لقول الإمام عليه الصلاة والسلام بشره في وجهه وحزنه في قلبه وكفى بذلك جواباً لكن دعوني أشرح لكم جانباً من حال إخوانكم هنا في الهيئة تعلمون أن من ينضم إلى هذا المنهج المبارك يحارب من شتى الجهات لا ينتهي الجهاد بعد يوم من تحضير البرامج وتحمل الشتائم من كل مخالف بل يبدأ من جديد حين يعود إلى المنزل ويجد الوضع منهاراً جراء العجز المالي وضيق الوقت وغالباً ما يحارب من المجتمع ومن أهله وتارة من زوجته فلا يجد متنفساً إلا أن يستغيث بصاحب الأمر عليه الصلاة والسلام ويواسل أئمة في غربتهم صلوات الله عليهم أجمعين مما يهون ذلك على الإخوة شهادة المتشيعين أن علي ولي الله صلوات الله عليه وهذا ما لا يعوض في أي مكان آخر وإني أستشعر آلامهم عند توقف البرامج برنامج التبرعات له جماله وبركته الخاصة نعم حيث يعطي فرصة لتسكية الأموال والأنفس إلا أنه إذا طال توقفت النشاطات أكثر مما ينبغي خاصة للأخوة المتشيعين الجدد ولهم حق علينا جميعاً على هذا سيكون هذا السبت آخر يوم لهذه الحملة المباركة ويكون المبلغ الختامي معتمداً عليكم وقد علمنا منكم الوفاء أوصلوا هيئتكم إلى ما شئتم واغتنموا الفرصة قبل أن تمر مر السحاب أسألكم بالله لو مرت الفرصة أو أغلقت القناة لكثرة الديون وما شاكل وتجرأ زنديق على آل محمد عليه السلام سيما على بضعة النبي صلى الله عليه وآله وأرواحنا جميعاً لها الفداء وأخاطب هنا حتى الحساد والأعداء في الداخل الشيعي إلى أي قناة ستتجهون لتنتظروا منهم الرد وأخطروا من ذلك لو جاءكم ما لا غائب أقرب منه وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول فيقول ربي لو لا أخرتني إلى أجل قريب فماذا؟ فأصدق وأكم من الصالحين ولي أخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل